رئاسة سمو الشيخ جابر المبارك سمع اليوم مجلس الوزراخل الاجتماعي الأسبوعي في قصر السيف إلى عرض مقدم من اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية العقد الذي تم فسخه بين شركة الكيمويات البترولية وشركة داو كيميكال بحث مجلس الوزراخل الاجتماعي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك قضية العقد الذي تم فسخه بين شركة الكيمويات البترولية وشركة داو كيميكال حيث استمع المجلس إلى عرض مقدم من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية ومات له من تداعيات انتهت بسداد قيمة التعويض عن إلغاء هذا العقد حيث قدم كل من رئيس اللجنة وأعضائها شرحا لما قامت به اللجنة من جهود في إطار المهمة الموكلة إليها تناول منهجية عمل اللجنة التي تم اتخاذها في تقصي الحقائق حول مختلف جوانب هذه المسألة وأبعادها القانونية والاقتصادية بمراحلها المختلفة وتفاصيل الخطوات والجهود التي قامت بها إلى ذلك أكدت اللجنة بأنها بصدد استكمال إنجاز تقريرها النهائي في القريب العاجل لتقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن من جهته أشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها اللجنة والتزامها بمنهجية موضوعية تكفل التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بهذه المسألة المهمة مؤكدا على الإصراع باستكمال التقرير تمهيدا لإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن الإطار القانوني السليم في شأن كافة الوقائع المتعلقة بهذه القضية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ترجمة نانسي قنقر